وانت يا حكومة، قراجنا يا حكومة ما إن خرجت الصور الواردة من شوارع الكويت الغارقة بالمياه وما إن بدأت الأخبار تنتشر عن أحوال مواطنين ومقيمين عالقين في الشوارع ومحاصرين في مركباتهم بفعل الفيضانات وارتفاع منسوب المياه حتى سارع أعضاء مجلس الأمة إلى إطلاق التصريحات التي حملوا فيها وزير الأشغال مسؤولية ما جرى تصريحات وصلت إلى حد التهديد بالمساءلة السياسية للوزير ما لم يسارع إلى الكشف عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى كارثة في الطرقات كما أسمها البعض سيارات كلها غرقانة سيارات كلها غرقانة وبينسوان داخلنا السيارات فنائب عبد الكريم الكندري قال إنه بعد غرق شوارع لفححي الألمنغف والصباحية فإما أن يسارع الوزير لفتح تحقيق أو يستعد للمحاسبة النيابية النائب خليل الصالح قال إن غرق الشوارع بعد موجة الأمطار التي شهدتها البلاد يؤكد القصور الواضح من قبل وزارة الأشغال وهو الأمر الذي يستوجب التحرك العاجل لمحاسبة المقصرين النائب ماجد المطيري تساءل لقد غرقت الكويت بفعل هطول الأمطار لساعة من الزمن فماذا لو أمطرت السماء يوما كاملا معتبرا أنه آن الأوان لمحاسبة الفساد في وزارة الأشغال أن إبرياض العتساني حمل مسؤولية ما جرى لقطاع الصيانة في وزارة الأشغال معتبرا أن ما حصل هو نتيجة طبيعية للإهمال وعدم الاستعداد الكافي لمواجهة الأمطار تصريحات النواب التي بدأت بعد منتصف الليل رد عليها وزير الأشغال بزيارة ميدانية للمناطق والشوارع المتضررة عاين فيها الأوضاع واطلع على حجم الخسائر ختم الوزير جولته بتصريح أعلن فيه نيته فتح تحقيق للوقوف عند أسباب ما جرى متواعدا بمحاسبة المقصرين وإلى وزارة الصحة حيث أعلن مراقب الخدمات الصحية في إدارة الطوارئ الطبية جاسم الفدري إن غرفة عمليات الطوارئ الطبية قد تلقت مئات البلغات بسبب الأمطار التي اجتاحت البلاد بدوره أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير إنقاذ عشرين حالة كانت عالقة جراء الأمطار وقال الأمير إن إجمال البلغات التي تعاملت معها فرق الإطفاء بلغت تسعة وأربعين بلاغا كان آخرها صباح اليوم السبت رباب بداح الرأي